السلام عليكم و مرحبا بكم ايام جديد على قناتي و قناتكم قاتو دارنا مع كراميلا كنتم ان تكونوا بخير و على خير كنرحب بالناس الجداد و الناس القدم حتى هما كنقول اليوم مرحبا بكم و الف مرحبا شكرا لكم اليوم غدي نصاب معكم واحد لسيقاخ او لقننطات بالحوت او الكروفيت والخضراء بالنسبة للمقادر عندي تمام واحد المكعب ديال فرميسا الشينواز اللي رقته في المقطعته عندي واحد الفلفلة مقطعة رقيق و واحد حبة ديال الجزر عفوا اللي غتكون متوسطة حتى هي مقطعة او لمحكوكا اللي بغيتو انا هنا يادر تهاب داك الموس ديال الخضراء عندي نحتاج ربيطة صغيرة ديال بورو و عاصر حامضة وبالنسبة القزبور معدنوس عندي جوج معالق كبار ديال القزبور و جوج معالق كبار ديال معدنوس و جوج فصوص ديال التوم توابيل غادي نحتاج توابيل ديال السمك معالقة صغيرة معالقة صغيرة ديال بابريكا من حسب الطوق اللي بزار حسب الطوق والحار حسب الطوق عندي نص مالقة ديال كوركم و نص مالقة ديال كوركم و نص مالقة ديال سكينجبيري اعتمدوا اي شرمولة عندكم و هنا هادي ديال المالقة يعني اللي خديت بها العبارات غا ندير معالقة كبيرة ديال سوصوجة عندي الزيت باش غادي نصوتي يعني تكشي و عندي ثلاثة ديال فرماجات ممكن تديروا اي فرماج عندكم بويتوا تديروا فرماج حمر اذا درتوا فرماج حمر فكيكون مالح غا تحاولوا انكم تدبطوا الملح ديالكم كندير واحد شو ديال زيت في مقيلة و كندير اليها داك البرو و غادي ننزلها باش تسوطة ندبلوا داك البرو هكاية في الزويتا عاد باش غادي نضيفوا لي الخضراء اللي هي الفلفلة والجازر وبالنسبة هنا الكروفت فصراحة عندي غير رابعة كيما اكتليكم الخضراء والكروفت بغيتوا تديروا نوع اخر ديال الحوت غادي يديروا مهم هاد الاقتراح اللي درس معاكم اليوم كيجي رائع في الماضاق مازيج ما بين الحموضة ديال الشرمولة و ديك الحلاوة ديال الفلفلة مع الخلصو والحوت كيجي ماضاق خطير دائما تنقول لكم جربوا الوصفة عاد واش عارفوا علي ياش كان هادر خديت هادوك التوابيل زيتهم على داك القصبرو مع دنوس و ديك التومة وخلطهم كاي شرمولة غادي توجدوا عادي هنا البرو ديالي ومامتون يديهن ويديهنان كنسوطي فيه غادي نضيف له هاداك الخلصو اولا الجازر يعني قلنا حبة متوسطة مع الفلفلة بالنسبة الفلفلة ممكن تديروا فلفلة خضرة ممكن تديروا يعني اي نوع ديال الفلفل بغيتوا تستغنوا الى الفلفل بحكم ان حاليا يعني الفلفلة التامن ديالها تطالع غتديروا كورجات اولا مهم حب ديال الفلفل را كتكون قادية غرد مقلاء اخرى خديت دارت فيها شوية ديالز بداء وشوية ديالزيس باش غادي نسوطي لكروفات ديالي وغادي حتى هما ندير ليهم ملقة من ديك الشرمولة بالنسبة الحامض فكيما اشتو انا ضفت شوية ديال الحامض للشرمولة اولي بقى غادي نضيفو فوق الكروفات منين غادي اي طيب سافي كنبقى كنقلب فيهم حتى كي يعني حتى كي يتصوطى ولي الكروفات ما كي ياخدش بزاف ديال الوقت كنديرو ليه واحد العافية اللي ما كتكونش ما كتكون مص وسطة ما تكونش قليلة باش ما يطلقش ليلة الماء ويتصوطى ضغية ديك الخضراء كنحاولو نخليو فيها شوية ديال لو كروكون ما كنطيبوهاش بزاف بزاف حتى كاتهراء هنا من بعد ما بنية ان اللون ديالي بدك يتبدل ضفتلي هادا كشي اللي تب وقليل باشcapي للك شرمولا وكي يدمج الي مزيج للمضاقات فالحشو كامل كما كان اعرفو هادا الفيرميسال اكتبغي حتى هي الشرمولا بريد وهي ما تبقيته مدروهاش مدروهاش هنحن هل ناش كنديرو الفيرميسال كنديرو الفيرميسال باش كتخرج لنا الحشوة اولا باش كيخرجنا ديك الفخص كتكون زاكية هذا ما كان اما هي صراحة انا تجيني ما عندها حتى شي دور كتجيني كتجيني مقدر ناخدها كابلا ولكن كتجيني في الحشو يعني كتزكي لنا الحشو صافي غادي نضيف دوك ثلاثة ديال الفرماجات محدو شرمولة سخونة باش كيدو بوليا وغادي نبدأ كنخلط مزيان مزيان حتى كيدو باك الفرماج بغيتو تديرو فرماج حمر ديرو بغيتو تديرو مزاري لا ديروها غي هو كي ما كتليكم يلا درتو فرماج حمر فاركو كتتنقصو شوية من الملحة غادي نضيف داك شي اللي تبقى ليا ديالة الحامض صافي وكنخلط كل شي ومن طبيعة الحال راني نسيت ما ذكرتش لكم بانه هنحتاج الورقة ديال البستيلة هنا ضفت داك الكروفات هو اللخر وكنخلط هاد الحشو هادا يعني هاد الكمية ديال الحشو را كتخرج لنا تبارك الله تقريبا واحد ثلاثين حب ديال القنينطات او لا ديال السيقاغ انو ما كنديروش الحشو بزاف باش كي يجيونا رقي وقين وحيد طقين وحنا كنعرفوه في رمضان فارك كيكونوا بزاف ديالشي غير نفس ديال الانسان اللي كتشها وصافي صافي هاد الشي اللي كاين غادي نجيب دابا الورقة ديالي باش غنبدا كنعمر معكم القنينطات يلا هدرت بزاف سبحوني مهم خديت واحد البول درت فيه شوية ديالتقيق مع الماء باش غادي نبدا كنسو ديالورقة وغادي ناخد الزيت باش غادي ندهن الورقة ديالي اللي درت فيه شوية ديالسو الصوجة انا هاد الشي ديال رمضان او لا من غير رمضان ما كنقليهش كنفضل انني نطيبو في الفران كنتو غادي تقليوه ما تحتاجوش انكم تدهنو الورقة وانا كننصحكم انو هاد القنينطات او لبسي طلات او لهذا فمن الافضل يطيبو في الفران باش كيجيو صحيين اكتر مهم كنهضرو على صحيين ولكن ربسف ديالحاجات اللي كينين ماشي صحيين منهم هادو كليسوس اللي كنستعملو صافي كندير الحشو كيما كتشوفو كنطوع ليه من جناب وكنهزة ديال طريف اللي بقالية صافيو كرولي وفراص كندير واحد شوية ديال داك العجين باش غادي نسدهم بالنسبة للطياب كتطيبوهم عادي كتطخنو الفران وكتطيبوهم بريتو تحتفضو بهم فكتطخنو الفران ديالكم زيان وكتطفو عليه وكتدخلو هادوك القنينطات يتشمع عليكم مدة ديال واحد خمسة دقايق صافي وكتديروهم في تشوبينا ما بين كلها طبقه وطبقه قسمو يا اما بالبلاستيك غدائي عفوين يا اما بالورق الطبخ صافيو مني انتس بريو طيبوهم كيكون الفران ديالكم عاو تاني يخصو يكون سخون ماشي فران باردو تديرو فيه القنينطات ديالكم يكون فران سخون وكتدخلوهم يا طيبوكتو غا تقليوهم فكيكون الزيت سخون وكتنزلوهم فيه باش ما يترتقوش ليكم يلا خليتوهم حتى تديقونجلو فما غاديش يكون نتيجة زوينة هنا من بعد ما طابوا مهم انا طيب صغير واحد الكيمية والباقي راح تفط فيه بيه بنفس الطريقة اللي قتليكم كييجيو زوينين زينتوهم شوية ديال الفرماج كتزينوهم كيف ما بريتو كيجوهم قرمشين والدادين وحتا ديك يعني ديك الزيت اللي دهننا بيها الورقة مع السوجة اعطعتهم واحد المندر يعني ماشي بويد هكا ياج المندر ديالهم غزال ورائع كنتمنى وصفاتي يكونو كيأجبوكم ولكنو كيأجبوكم وصفاتي وصلتوا ما يحتل هنا فما تنساوش تخليوا واحد لايك واحد الكومنتار زوين وغنعاون نقول لكم الناس اللي كتتفرج وما مابونياش تابونوا في القناة ما زال كين جديد ما زال غننزل لكم وصفات اخرى ان شاء الله الخاصة برمضان او لاملغة الرمضان وإلا كانت شي واحد غاشي وصفة يعني مو عينة ما فيها بس اقولها لي فكوماتي ودي نزلها السلام عليكم